أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيدلاء لهم بالرباط مباحثات موافد عن الحزب الشيوعي الفيتنامي برئاسة هونغ بين كوان عضو اللجنة المركزية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الفيتنامي الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب وخلال اللقاء استعرض الجانبان سبلات عزيز التعاون الثنائي بين البرلمان المغربي والجمعية الوطنية الفيتنامية بغية توطيد العلاقات بين البلدين كما دعا الجانبان إلى تمتين التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتفعيل الاتفاقيتين المتعلقتين بالاستطمارات والسياحة التي وقع عليها البلدان العام الماضي